بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تشوف هاد الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر المتابعين لقدامه الجداد والناس اللي التحقوا بهاد القناة ان شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملاح رب يحفظكم وين جيكم يا رب اليوم جبت لكم تفوسخة رائعة وأكتر من رائعة تفوسخي لقديمه الجديد لكن تي عندك أعراض دي المس في الجسد ديالك عندك أعراض دي الخمول في الجسد ديالك عندك مشاكل في الجسد ديالك غادي اليوم ان شاء الله كاملين غادي تطبقوا هات الصغة محتاجين لها مرة مرة تيأثر علينا العوارض إما ديال الحسد ولا ديالعين ولا ديالسحر لابد لما كانش عندك رفيق سوء غادي يكون عندك العين الحاقضة لما كانش عندك عين حاقضة غادي تكون عندك حسد شديد إذن إلى مكان احتحد كان شياطين تهم تحسدوا تهم تعينوا تهم عندهم أعراض جانبية البنت اللي تطلع على المراية ما بالأوقات الأوقات في الليل البنت اللي تتعرى وما تتسميش الله والبنت اللي أنها تعجب بجسدها تهي تتأثر بالمس تتقدر تأثر على الجسد ديالها بنفسها بدون سحر بدون عين بدون حسد العين حق والسحر حق ولكن كين شياطين الإنس وكين شياطين الجن ولكن احتاطوا من شياطين الجن أكتر لأنكم لما سميتوا وشالله في دخول تتشوفوا في المراية وتتعجبي في راسك أو عجبك نفسك تهي تأثر عليك إذن احتاطوا احتاطوا من تسحروا نفسكم بنفسكم تطلوا على أو تدخلوا المواقع اللي فيهم طلاسم وتقرأوا الطلاسم تقدري تسحرين نفسك بنفسك إذن أنا من حبي لكم تنقلب لكم على صياغ اللي غدينفعوكم ماشي غير يدروكم لأن أنا مسلمة وتنخاف الله وتنبغي الناس تهمة ما يتدروش وما يتمسوش لأنني جربت المس وعرفت أن المس شي حاجة صعيبة أضطر على البنت يخليها بالزواج أضطر على الولد يخليه بالعمل أضطر على الأم يخليها بالعقل ويخليها تيها جالسة مع أولادها ولكن حاسة برأسها بأنها متعبة خاصة غير تخرج ما تبقاش مع أولادها وتتحس بالطجة تتحس بالطجة وتتحس بأنها ما بغاش تجلس في المنزل بزاف النساء حطولي أننا ما تنبغيوش نجلسوا في المنزل أو كان النساء اللي دير لهم توقف الحال درجة أنهم ما بقوا ليبيعوا ليشريوا ليشتغلوا ليخرجوا من المنزل ديما الرجلين ديالهم عندهم حريق شديد وحتى لا بغاوا يخرجوا تيجيهم النعاس هاتش أحبابي لتنقول لكم ربي التجريب ولكن اليوم جبت لكم صيغة ربانية ديروها بيقين تلي ما عندوش صابون المغربي غادي ياخد قطعة صابون بدون بدون عطر وغادي يحكوه في المبشرة جيدا وغادي تبخوه وغادي يحط عليه هاتش ان شاء الله أول حاجة الناس اللي في أوروبا ما عندهمش الفاسوخ غادي ديرو الماء الورد والفيجل ولا الكروية أو العرعار مطحون الناس اللي في أوروبا ما عندهمش ديال معلقة ديال الحلبة الناس اللي ما عندهمش الفاسوخ يديرو معلقة الحلبة ومعلقة الكروية إذن غادي نعطيكم الصيغة اللي غادي نخدمو بها إن شاء الله ولكن إن شاء الله غادي تجيوا لبلادكم إن شاء الله المغاربة أو التوانسة أو الجزائريين غادي ديوا 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 معكم الصابون المغربي تيدار في الفريزة وتيبقى طيلة العام والفاسوخ وأي حاجة الرحان الورد قاعد الشي هزوه وشريوه وديه معكم في الغربة باش تحتاجوه إن شاء الله قدن تنتمنى الصيغة ديالي إن شاء الله تعجبكم تنتوكلوا على الخالق ونبدأوا هاد الوصفة إن شاء الله أعطيتكم بداية الأمر كيفاش إنسان تتصاب ولكن تحتاطوا من هاد الشي اللي قلت لكم لأنه هاد هو المصائب باش تدخلونا العين والعياء وإنسان ديما مريض وديما عنده مشاكل إذن غدن ناخد واحد الكمية ديال الفاسوخ خمس دراهم الفاسوخ المغربي غدن ناخد عشر دراهم الفاسوخ الأبيض إلا كان عندكم الفاسوخ الأسود توي جيد إلا كان عندكم خشب دقوه إلا كان عندكم حجر دقوه دقوه إلا كان فاسوخ حجر لأنه في الجزائر أخوتنا الجزائرين عندهم الفاسوخ خشب وحجر إذن إحنا في المغرب ما عندناش خشب وما عندناش حجر عندنا هذا المعلك اللي عندنا تتلصق بحل المسكة إذن غدن ناخد الفاسوخ غدن ناخد قنينة ماء الورد ماء الورد غدن ناخد معلقة الفيجل معلقة الفيجل ومعلقة الحلبة معلقة الحلبة ومعلقة الفيجل الفاسوخ قنينة 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 ماء الورد غدن إن شاء الله ناخد نضيف عندي قليل إلي عندكم القسط الهندي ضيفوه الناس اللي في السعودية الناس اللي في الدول العربية عندهم القسط الهندي إحنا عندنا في المغرب القسط الهندي ما غاليش غدن شوعد العطار تاخدوه خشب واتطحنوه إن شاء الله غدن يعطيكم واحد الكمية كثيرة تخدموه به رائع للمس غدن ناخد الفاسوخ غدن نتبخو مع نصق نينة ماء الورد ماء الورد غدن نتبخ به هادك الفاسوخ وغدن خلطو مع المكونات مع صابون المغربي لكليكم الناس اللي ما عندهم مش صابون المغربي يحاولوا يتبخوا الصابون بدون عطر ويديروا هاد المكونات اي مكونات عندك غد يفصخ لك السحر هاد اللي ذكرت لكم العرعار الحلبة الكروية الريحان قاعدوا رائعين القسل الهندي الناس اللي ما عندهم مش قاعد تموا كوين ياخدوا الزعفران شعرة الزعفران الحر والمسكة والمسكة الحرة لوبان الدكر مطحونين كل شي مطحون ونوضعوه مع الصابون المغربي ونخلطوه غادي ندخل الدوش ديالي ديال البيت او نخرج الحمام لخارج المنزل الحمام المغربي اذا هادي ندخل الدوش هادي نكون نحيد الملابس ديالي وغادي ان شاء الله نبدأ نفسخ بالصابون المغربي مع الفاسوخ ان شاء الله بالصابون المغربي والصابون صابون البلاد مع الفاسوخ الفاسوخ القديم مجدد اذا بحول الله وقوتي غادي ان شاء الله بحول الله وقوتي غادي نحاول نحطو هاد المكون بعد ما خلطوه نحطوه على جسم ناشف ما تضيفيش نقطة الماء الى الجسد ديالك بدون ماء غادي نطلق الصابون ونخليه عشر دقائق او خمستاشر دقيقة اذا نخلي الجسد ديالي ونغسر شعرين من الامام ونخلي هذاك شيء على الجسد ديالي باش نحيي العياء نحيي الخيوبة نحيي الأمراض نحيي التوابع اي حاجة غادي بسخ لكم القديم الجديد اذا حاولوا انكم تديروا هذه توصيخة ديال الصابون المغربي رائع او الصابون المتبوخ اذا حاولوا انكم تديروه وانتم عارفين اشتديروا مكونات يكونوا جداد وغادي نخلطهم ونخليهم نصف ساعة وعادة ندخل الدوش ونحط هذاك مكونات على الجسد ديالي ونقه المدلق لكم ان شاء الله اذا احبابي تنتمنى لكم السحاة والعبية تنتمنى لكم الخير والبركة ديروا هاد الوصفة وحاولوا انكم من تخرجوا من الدوش حاولوا تقرأوا صورة الرحمن مرة واحدة كل ليلة الدوموا عليها مدة اسبوع صورة الرحمن قروها على ماء وشربوا غادي اتهروا الجسد ديالكم نسبحوا بيا شافي يا معافي اشفيني من اعراضي اشفيني من اعراضي الاعراض اللي تتحسي بها في الجسد ديالك يما في رجلي يما في الدار ديالك يما تتحسي بخمول الدكري الاعراض اللي عندك اذا احبابي الى عشبتكم استغرقوا خليوا لي لايك دعموا القناة تفعلوا الجرس تابنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته